السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم زي ما حكينا طبعا هاي المقدمة بسيطة وصغيرة هيت لانه كنا نعمل الزوايا الفلكية من ضمن حلقات التوقعات اليومية فالان انا فصلتها وبتصير حلقات كل زوايا فلكية بطيئة مهمة بتكون موجودة بحلقات منفصلة لحالها عشان ايمت ما بدك بترجع لها وايمت ما بدك بتستفيد منها وبرضو نسترسل بالشرح فيها اكثر فاكثر اليوم في عنا ثلاث زوايا الزوايا هاي زوايا يعني متناقضة بشكل مرعب وبشكل بدها تركيز لانها راح تأثر على كثير اشياء في حياتنا اول زاوية اللي راح نتكلم عنها هي زاوية اقتران ممتزجة طبعا هي من المفروض انها زاوية ايجابية الاقتران قوي جدا بين الشمس والزهرة ولكن المرة هاي راح يكون ممتزج لانه الزهرة بتتراجع والشمس طاقتها ضعيفة جدا وانتحاست الزهرة فبتعطي تأثيرين مختلفتين تماما يعني بتعطينا ايجابية وبتعطينا سلبية في نفس الوقت عشان هيك لازم نعرف هاي التأثيرات عايش بتتركز اول اشي هاي الزاوية تأثيراتها راح تبدأ من يوم ثمانية ثمانية اللي هي ذروة قوة هاي الزاوية وبتستمر تأثيراتها ليوم تسعة تاشة تمانية يعني بالضبط احد عشر يوم ذروة هاي الزاوية او قوتها لغيوم ثلاثة عشر تمانية اللي هي بتصير في زاوية الاقتران او نقطة الانتقال او اللي بسموها تحول هي نقطة الصفر ما بين الكوكبين فهاي هي بتكون يوم 13-8 في الساعة 11-15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هاي اول امر الشمس بتدل على القيادة على القدرة على التحكم فرض السيطرة على الشخصية والديكتاتورية والامور هاي الزهرة لها علاقة بالعاطفي والحب والجمال بتتراجع ولنا معناته هاي الامور بتصير بشكل سلبي تعطي الغيرة والعنادة وردات الفعل السلبية طيب اول ايشي من ناحية ايجابية شو المتوقع هي هاي الزاوية عادة تعطينا نوع من انواع التفاؤلية للحياة بصورة عامة ندفائل بكل شيء خلص بصير عنا اللي بيسموها تبعين الطاقة طاقة عالية جدا بانه كل شيء ممتاز كل شيء رح يمشي متفائلين بوظيفة بعمل بوعود باشخاص باشياء بكل الامور الان هاي الزاوية لما تصير ممتزجة هون من بالغ احنا بالملذات اكثر وبرضو بصير في عنا الطيش اكثر والكسل اكثر والاهمال اكثر ومن ميل الاشياء اللي فيها فسوق او فيها انحراف او فيها غلط او فيها مجازفات بالسمعة اللي هي يعني انتوا فهموا بديش اقول اكثر من هيك يعني وبرضو بميلوا بعض الاشخاص لاعطاء الهموم الصغيرة حجم اكبر من حقيقته يعني الامر البسيط من كبره من ضخمه من عضمه من وصله لمرحلة انه هذا كارثي وعلما انه في الايام العادية منتجاوزه بكل سهولة ولكن زي اللي بكون بده اي شيء عشان ينفجر ويعمل مصيبة ويعمل كارثة فهي النقاط برضو بتتخذوها بعين الاعتبار اما تأثيراتها الدولية او على محيطة بتزيد من اهتمام حكومة ما اهتمامها رح يركز على الميدان الفني والترفيه والاغاني والاحتفالات والتجمعات وعلى المجتمع اجمالا من خلال اقامة الندوات او المعارض او حفلات ترفيهية هذا ايجابي ولكن السلبية في هذا الموضوع هذا الشيء ممكن يعرضها لهاي الحكومة لبعض الاخطاء اللي ممكن يتعرضوا لانتقاد او لمواجهات او لهجوم لانه رح يصير فيه فسوق زي ما حكينا وفيه تجاوزات فمعناته فيه اخطاء كثيرة رح تصير في هذا المجال ورح يصير فيه نوع من انواع التراجع والخمول في المستوى الانتاج الفني وبعض القطاعات اللي الها علاقة بالنسيج او الها علاقة بالازياء بعض الصناعات اللي الها علاقة بالاصناعات المعدنية والطراب ايضا بشكل كبير رح يصير في المؤسسات المالية والبنوك والعملات والبورصة وايضا المضاربات المالية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية خطيرة جدا 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 بين الشمس وبين اورانوس هاي الزاوية طبعا بدايتها برضو قوة ذرويتها يوم 8-8 طبعا تأثيراتها ممكن تكون بتبلش قبل بيومين ولكن ممكن نبدأ نشعر بهاي الامور من 8-8 ليوم 23-8 الذروة القصوى لالها اللي هي لما تصير زاوية تربيع كاملة اللي هو يوم 16-8 هاي يوم 16-8 الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اذكركوا في هاي الزاوية ايش عملت هاي الزاوية لما تشكلت المرة الماضية يعني احد الاشخاص الاحبة كان منتبه للنقطة انه لما صارت هاي الزاوية كنت انا حاكي في تأثيراتها انه هاي لها علاقة بالزلازل وصدفت لما كانت موجودة اساسا الدورة الفلكية الشمس كانت موجودة بالدلو وورانوس موجود بالثور شكلت الزاوية للتربيع فصار الزلزال اللي علاقة بتركيا وسوريا الزلزال الكبير الآن هاي زاوية بدها تتشكل ولكن بدها تتشكل الشمس موجودة بالاسد فهاي زاوية تربيع قوية طيب هل انه رح يكون في زلزال يعني كمان مرة ثانية في تركيا لا هنا بيختلف ليش لانه بعلم الفلك اي انتقالة او حركة اي برج بيعتمد على طبيعة معينة على تكوين معين فممكن يكون في زلازل ا ولكن في احداث اكبر من الزلازل وهي زلازل سياسية هذا الامر اللي رح يكون طاغي على الموضوع بشكل كبير ليش؟ لانه الشمس هي الها علاقة بالقيادات والحكومات ورأس الهرم والها علاقة بالجيوش والها علاقة بالحكم بالسلطة وورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت الكاملة بايجابيتها او بسلبيتها وبزاوية زي هيك معناته في عنا سلبية قوية اول امر نيجي من اوخذها على شكلنا الشخصي اهنا بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب خلاص بدي اعمل هذا الاشي بدي اعمل هذا الاشي حتى لو كان فيه نهايته او هلاكه او تدمير سماته او سجنه بيعمله النقطة الثانية اللي بتكو تنتبهوا لها انه بالفترة هاي بيتمردوا الابناء على اهليهم يعني بدك تنصح ابنك او بدك تتفاهم انت ابنك ابنك ما رح يسمع كلامك ورح يعاندك ورح تدخل بخلافات وممكن يصير فيه انفصال في العلاقة او الشقاق بالعلاقة او عقوق بالعلاقة او تصل لمرحلة مؤذية حتى فبرضو هاي النقطة بتكو تنتبهوا عشان تعرفوا كيف تتعاملوا مع ابنائكم في هاي الفترة برضو بتزيد من العنادة والاندفاع والاستقلالية الشديدة والغرابة بالتصرفات بتجعلنا نخطأ في احكامنا وبصير في نوع من انواحد تحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لا توعركات قلبية او تشنجية او حتى عنف يدوي يعني بتكثر المشاكل ما بين الناس دوليا غالبا لما بتصير هاي الزاوية نفس التأثيرات اللي احنا ذكرناها نفسها منحكيها وهاي التأثيرات الدولية نفسها منحكيها يعني هذا الشيء مش محطوط لانه انا براقب اخبار سربت لي انباء شغلات من هذا القبيل نفسها نفسها بتنحكي هي هي عادة لما بتصير هاي الزاوية منيجي منحكي غالبا ما تحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات في مثل هاي الوضعية بالدل برضو على تغيرات او ازمات مفاجئة في حكوم ما احتمال اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وهذا الشيء ممكن يصير يعني يكون سبب في وقوع مشادات والتحامات برضو بالدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد هذول الامور اساسية الان الامر الامر الاخر الامور المالية برضو ما رح تنجو من هذا الامر لانه هنا في عنا شيء الى علاقة بالوضع المالي بيجي بشكل مفاجئ وبيجي مش على اشخاص هذا رح يجي على دول او قرارات دول فعشان هيك عنا بنحكي احنا يعني زلازل على مستوى زلزال طبيعة وعنا زلازل على مستوى سياسي وعنا زلازل على مستوى اقتصاد ايضا الله يستره اما بالنسبة للزاوية التي تليها الزاوية الثالثة وهي زاوية التثليث ايجابية هاي زاوية بين المريخ وبين اورانوس طبعا ايجابية المريخ له علاقة بالقوة له علاقة بالجيش بالدم بالجنس بالرياضة بالامور هاي برضو نقطة قوة وايجابية جدا هاي الزاوية رح تكون بداية تأثيرها من يوم ثمانية ثمانية ورح يستمر تأثيرها ليوم اربع وعشرين ثمانية ذروة هاي الزاوية يوم ستعاش ثمانية الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بنكتسب الشجاعة اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من اصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفي والسرعة شوف هنا تغرير لانه في هناك اشياء برضو مجازفي ولكن من ناحية سلبية اذا هاي الامور بتفتح ابواب لهاي المجالات بتشجعك على هاي الاشياء فبندك تكون جاهز للمفاجآت السلبية طبعا برضو بالفترة هاي تعطينا على مستوى الطاقة الجنسية والفرص الجنسية وايضا الانفعالات الجنسية والتحرش برضو بتكون تنتبهوا من هاي النقطة اما دوليا فهي بالدل على نشاط اكبر في الرحلات الجوية ازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية يعني شوفوا هنا قلنا احتمال حوادث وهنا نشاط اكثر في الاسطول وبرضو اهتمال الدولة بتطوير الاسطول الجوي العسكري ومحاولة عصرنت وتطوير قطاع الصناعة وتطويره بيدخل تقنيات جديدة او ماكنات جديدة او اشياء من هذا القبيل وبيتمتع الناس بحرية اكبر في التعبير فهنا هاي تعطيك دافع بانك انت تعبر عن رأيك انك تطلع انت اشي سلمي تعترض على هذا الشيء وعندك الزاوية هذه تمنع وبتصد وبتعمل مشاكل والتحامات وبحقق ذوي القطاع الخاص ارباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم اذا هذا المزج اللي موجود مزج كان انه شيء بفتح لك الطريق انه سهل بس تدخل فيه بتواجه شيء صعب جدا فعشان هيك بدك تدرس خطواتك بشكل جيد وتعرف ولما يقولت عن التحرش والامور هاي مش معنى انه بتزيد الرغبة بين الناس انه كل اثنين يقعدوا مع بعض انه بدهم يتحرش لا هي بتعطيك دافع على انك انت تتمادى او تطلب اكثر او تحاول انك تتقرب اكثر تعطيك الجراءة على هذا الموضوع طيب هيك بكون انا خلصت ولكن نقول هاي زوايا تتكرر دائما وكل ما تكررت بنحكي نفس الكلام يعني قراءة لا دائما لما تتكرر بكون نسبة عالية جدا من هاي الاحادات بتصير مش اعلم غيب ما بعلم بالغيب انا ممكن ما تصيرش كلها اي ارادة ربنا انا مجرد اني انا بنقل الصورة اللي انا قرأتها فان اصب فهي من الله وان اخطأ فهي مني انا فاني انا محللت صح او اتوهمت وكبرتها اكثر من حجمها الطبيعي فياريت اللي بعرف اي اخبار عن هاي الاشياء اللي ذكرناها في الحلقة صارت اليوم بكرة بعد وبعد اي يوم من الايام اللي احنا ذكرناها ما بين بداية الزاوية ونهاية الزاوية يرجع على الحلقة ويكتب حدث هيك ولما تنتهي هاي الزاوية اذا ما في اي اشي برضو يعني تكتبوا انه ما صار اللي انت حكيت وبالعكس انت حكيت خوفتنا هيك صار اشي هيك وبالعكس والدنيا حلاوة هاي نقطة ودائما وابدا في نهاية كل حلقة منقول والله عالم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا ؟